طبعا لا تزال حركة اللجوء مستمرة من أوكرانيا إلى بولندا ولكن ليس بتلك الوتيرة التي كانت مع بدء العملية العسكرية بمعنى أن هذه الأعداد انخفضت لكنها لا تزال مستمرة ولم تتوقف وهذا أيضا يعود للإجراءات التي بدأت تتبعها أكثر بولندا خصوصا بعد ارتفاع عداد اللاجئين الذين دخلوا إلى بولندا إلى أكثر من مليونين هناك بعض كان المطالبات من الحكومة البولندية بتقديم الدعم وأنه لا يجب الحديث عن الحصص في ذات الوقت كان هناك تصريح لوزارة الخارجية الألمانية بأنها بحثت مع نظيرتها البريطانية الجهد الذي يجب اتخاذه خلال هذه الموجة الكبيرة من اللاجئين وهو الدعوة إلى توزيع اللاجئين إلى عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي أيضا هناك حديث على أن أكثر من 200 ألف فقط وصلوا إلى ألمانيا بالمقابل تتحدث على بولندا أكثر من مليونين أن الحصة الأكبر هي لبولندا لذلك بولندا تقول أنها تتعامل مع هذه الأعداد ولكن هي بحاجة لتقديم الأموال والمساعدات بالمقابل الدول الأوروبية تبحث الخيار الثاني وهو توزيع هؤلاء على دول داخل الاتحاد الأوروبي الآن الحديث عن الممرات الإنسانية عن الأشخاص الذين نزحوا داخل أوكرانيا بمعنى أنهم لم يلجعوا إلى دول الجوار لكن هؤلاء الآن في المناطق الغربية هم ينتظروا في حال تم التصعيد في هذه المنطقة فإن هذه موجات اللجوء طبعا وفقا لكثيرين هنا قد تعود مرة ثانية وقد نشهد ما شهدناه مع بدء العملية العسكرية ولكن انخفض هذا الأمر بطبيعة الحال لأن نسبة كبيرة من النازحين وليس اللاجئين طبعا الذين تحركوا من منطقة إلى منطقة داخل أوكرانيا هم لا يزالوا في أقاليم داخل أوكرانيا وهي أقاليم قريبة من بولندا الأقاليم الغربية والغربية الجنوبية وقريبة كذلك من المجر وقريبة من سلوفاكيا ولكن في حال وصل الاستهداف العسكري ووصلت المعارك إلى هذه المناطق فإن هناك الكثير من هذه العائلات ستضطر إلى اللجوء إلى دول الجوار وبمعنى أن هذا المشاهد التي كنا رأيناها قد نعود ونراها مجددا إن لم يتم إيقاف هذه العملية أو يتم الذهاب إلى التسوية السياسية والحوار الذي يجري الحديث عنه طالما يمان ربا توقعت هذا السيناريو السيناريو بدء العملية العسكرية مبكرا يعني ذلك بأنها ربما تكون قد استعدت وضعت خطط وخطط بديلة للتعامل مع أبرص داعيات هذه العمليات وهي أزمة النزوح الغير مسبوقة نحو أوروبا الآن ونحن نتحدث عن مطالب بزيادة الدعم وتسريع الدعم الأوروبي للدول المصدفة للاجئين خصوصا بولندا هل يعني ذلك بأن هناك قصور في التنصيق في هذا الجانب؟ عندما نتحدث على أكثر من مليوني اللاجئ هنا طبعا وفقا لمسؤولين وأقرب دولة تكون أكثر من 500 لاجئ بقليل الدولة الثانية التي تلي طبعا بولندا فهذا يعني أن هذه الدولة ستتحمل ألعب الأكبر لذلك هنا لا يمكن الحديث عن عدم التنصيق ربما في البداية كان الضغط الكبير بسبب الأعداد التي وصلت بطبيعة الحال من مدن أوكرانية إلى لفيف ومنها فضلت الدخول إلى المعبر الأقرب وهو الحدود هنا في هذه المنطقة الحدود مع بولندا ولكن اليوم أن هذه العائلات وهنا ربما هذا الأمر الذي كان أيضا هو مسار نقاش حتى بين وزراء خارجي الدول الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وهو الحديث عن الحصص أو الحديث عن حرية الاختيار لو عدنا إلى بداية العملية العسكرية وبداية الموجة كانت تتحدث أن ألينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية على أنه يحق للاجئ الأوكراني بمجرد دخوله إلى الاتحاد الأوروبي يحق له أن يختار البلد الذي يريد الذهاب إليه سيكون له أقرباء أو أصدقاء وهذا حق ولكن الآن تغير هذا الموقف لو عدنا أمس إلى تصريحات وزارة الخارجية الألمانية بدأت تتحدث عن نظام الحصص وهذا الأمر يعود طبعا وفقا لكثير من المسؤولين سواء في ألمانيا أو في دول أوروبية على أنه لا يمكن أن تتحمل بولندا فقط هذا العدد الكبير بينما بولندا تطالب بتقديم الأموال والمساعدات وتقول أنها تبذل أقصى طاقة لها ولكن عندما نتحدث على بلد واحد سيتحمل المسؤولية لأكثر من مليونين لاجئ في هذه الفترة القصيرة فهذا طبعا وفقا لكثير من المتابعين نعم أربكة ربما الاتحاد الأوروبي وأربكة كذلك بولندا ولكن اليوم العملية اختلفت اختلفت على مستوى المشاهد التي لم نعد نراها اليوم ولكن حركة اللجوء مستمرة ولكن مستمرة بعملية ربما منظمة أكثر أو تدقيق أكثر حتى على المستوى الأمني مما كانت عليه في السابق هناك بعض العائلات التي تصل إلى المعبر ويتم نقلهم من الحدود إلى هنا بعض المراكز التي أقيمت لهم سواء في أقاعات أو ماكن كبيرة وبعضهم من ينتقل في القطار وآخرون يدخلون بسياراتهم الخاصة ولكن يبدو أن الغالبية يفضل البقاء هنا وهذا ربما شكل ضغط على الحكومة البولندية التي تقول أنها تبذل كل جهد ولكن هي تطلب الأموال والمساعدة لاستمرار تقديم الدعم طبعا لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين الأوكرانيين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر